في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئة المجتمع شاركت الوزارة الأطفال لإحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفلة وأقامت الداخلية في هذا الإطار بتنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام وتقديم هدايا للأطفال في ضوء حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بدورها الإنساني والاجتماعي والذي يتجلى في التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات وفي مقدمة تلك الفئات النشأ الذي تحرص الوزارة على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم في هذا الإطار وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل حرصت أجهزة وزارة الداخلية على الاحتفال بهذه المناسبة حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسك مع مدريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من المدارس ومنها مدارس لذول احتياجات الخاصة زيارة وزارة الداخلية هي زيارة نستنىها كل سنة دايماً بتيجي بتبعث البهجة والسرور على نفوس أولادنا إحساسي إحساس صاحب البيت اللي نفسه ضيوفه ما يمشوش من عنده ويفضلوا موجودين في وسط أولادهم زيارات كان لها أثر طيب لدى الأطفال الذين أسنوا على هذا الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية لهم قطاع كبير من وزارة الداخلية جموا لحتفلوا معنا في عيد الطفولة ودخلوا وقدموا هدايا كتير جداً للأولاد وأدخلوا على أم الفرحة إحنا نتعودنا دايماً أن وزارة الداخلية معنا في الاحتفالات ومعنا في المناسبات سواء من المناسبات الوطنية أو المناسبات العادية ده شيء مستمر معنا دايماً يعني أنا جداً النهاردة فرحات جداً أن الزباط وزابطات من وزارة الداخلية جموا واحتفلوا معنا بيوم الطفل على ميت نفسي لما أتبر أبقى زابطة وأجي أحتفل مع الأطفال دي ما طبعاً علينا هدايا وبازل وألبومات وحاجات حلوة قوي كده وفرحوا كل الأطفال اللي كانوا قاعدين ويتبعاً إحنا نمشكرهم كلهم ونظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة إلى دور رعاية الأيتام وهو أمر ليس بجديد على وزارة الداخلية التي تولي أطفال هذه الدور رعاية واهتماماً خاصاً على مدار العام وتقدم لهم الدعم المعنوي الذي يعمق لديهم روح الولاء والانتماء للوطن وزارة الداخلية عمرها ما بتنسانا في أي حاجة إذا كان بطاطين في الشتاء إذا كان مأكلات أي حاجة إحنا بنطلبها الصراحة أو محتاجينها هما بيوفوها لنا وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارات لمستشفيات الأطفال وتقديم هدايا للأطفال من من يتلقون العلاج بها وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على الشفاء كما تم إيفاد قوافل طبية بالتنسق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف الطبية على الأطفال وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجال وبهذه المناسبة قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأطفال بمستشفيات الشرطة وتوقيع الكشف الطبية عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم على مدار سلاسة أيام وحرصت الوزارة من خلال مدريات الأمن على استقبال الأطفال بالمنشآت الشرطية لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وتعرفهم بالدور الذي يطلع به رجال الشرطة في حماة أمن المواطنين مع تقديم بعض الهدايا لهم كما تم تنظيم زيارات طرفيهية للأطفال بأمدية الشرطة تضمنت عروضاً موسيقية وعروضاً للخيالة وهو ما لاقص تحسين الأطفال شوفنا عروض حلوة قوي عروض يعني كان فيه مسادة صوت وكان فيه ركوب خيل وكان فيه كلاب وكان فيه حركات حلوة قوي وعروض حلوة قوي وتبسطنا جداً ووزع لنا هدايا وتصورنا مع كل الزباط اللي هنا وبشكر الرايس وبشكر رزارة الداخلية وتعرفنا على حاجات كتيرة كناش نعرفها وهو حاجات حلوة كتير واستفدنا منها يعني استفادة كبيرة جداً وعلمونا إزاي لما يكون في حريقة نتصل ب180 وعلمونا إزاي إن احنا نستطلق كل هذه الاحتفالات مع الأطفال تأتي ترجمة واقعية لاستراتيجية وزارة الداخلية الاجتماعية الحريصة على دعم والتواصل مع كافة فئات المجتمع احتفال وزارة الداخلية مع الأطفال باليوم العالمي لحقوق الطفل إنما هو الترسيخ للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة والذي تسعى إلى تفعيله في إطار المنظومة الأمنية الشاملة التي تؤكد على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري